حلو جدا طيب قبل ما أكمل الكلام مع السيطة النقم عمضة ديوش أرجع مرة تانية لدكتور عبدالوهاب دكتور عبدالوهاب علشان نمشي في مصار الاقتصاد المعارفي اللي يعني يولد أموال يبني دول إلى آخره هل بالضرورة أن إحنا لازم نتبنى تجربة أو مدرسة فأروح مثلا أتبنى التجربة بتاعة الامريكية في اقتصاد المعارف ولا أتبنى التجربة بتاعة بريطانيا على سبيل المثال عشان دكتور عبدالوهاب وكيمبرج على سبيل المثال ولا أتبنى أنهي تجربة ولا أنا وارد جدا يبقى عندي تجربتي الزاتية اللي بتخرج من منطلقاتي وظروفي لا طبعا هي أضيف بس نقطة على كلام معالي النائب هو أصلا الاقتصاد التقليدي حاليا دلوقتي يقولوا عليه اقتصاد النضرة لأن الموارد بدأت تنضم طبعا اقتصاد المعارفة بيقولوا عليه اقتصاد الوفرة لأن المعلومات بتولد معلومات إذن إحنا فعلا النهاردة الاقتصاد التقليدي بيندثر هو مش يخلص خالص بس بيقل اقتصاد المعارفة بيزيد حلو الاقتصاد المعارفة ما هو أصلا جزء من الاقتصاد الرقمي صحيح ده جزء رئيسي النهاردة الاقتصاد الرقمي وصل حجمه تقريبا حوالي تلت الناتج المحلي الإجمالي عدى يعني حوالي 31 تريليون دولار طيب إحنا لما ليجي نمسك بقى الاقتصاد المعارفة مين أكبر دول أمريكا رقم 13 أكبر دولة مين سويد دول اسكندنابية الخمسة هو أول خمس دول بريطانيا رقم 14 بلجيكا رقم 15 ودي دول إحنا فإعني الواحد يتخيل كده لما يقول اقتصاد معرفة حوالي أمريكا رقم 1 لا الدول اسكندنابية ما عندهاش موارد طبعية كتير سنغافورة ما عندهاش موارد طبعية صح لكن هي الدول دي اللي اعتمدت على الإبداع والابتقار طيب نرجع بقى للدكتور كلاوس شواب مؤسس لمنتد الاقتصاد العالمي لأنه هو ده مفجر حاجات كتيرة جدا مفجر الصورة صناعية الرابعة اللي حتغير شكل العالم فعلا طيب كل التطبيقات التكنولوجيات الجديدة مبنية على تطبيقات الصورة صناعية الرابعة لأن اقتصاد المعرفة رغم أنه قديم كان معتمد على الكمبيوتر في بداياته لكن في الوقت الحالي ليه بيلرز ليه أعمدة رئيسية مبنية عليها أول حاجة التعليم إحنا في مصر لازم نهتم بالتعليم كويس قوي 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 أنا يعني في حصن حظ قابلت مثلا الدكتور ماتير محمد الله يرحمه كان بيقولك إيه كلام ده من أكتر مع عشر سنين كان بيقول إيه أنا ممكن أي حكومة تقابلها كل المشاكل في الدنيا إلا مشكلة التعليم لأنه هو ده الحل الوحيد في كل حاجة وفعلا إحنا النهاردة اهتمام القيادة السياسية تطوير المناهج التعليمية العملية التعليمية بشكل عام ده جزء رئيسي طيب النوحية التانية الاهتمام بالتسريعات وتوفير البيئة الحاضنة للإبداع والابتقار وهنا أنا بس يعني هقول نقطة صغيرة إحنا الشاب المصري اللي عمل شركة النقل الجماعي ما عرفش يسجلها في مصر هسجلها في دولة عربية دولة العربية سجلتها في برسة أمريكا بمليار ونص دولار حصل طيب أنا عايز أقول هنا إيه إحنا ليه من وفرش البيئة تشريعية الداعمة للأفكار دشب بمصري